أشهدت هيئة رياسة المجلس الانتقالية الجنوب في اجتماعها برياسة الأستاذ علي الكثير القيم عمال رئيس المجلس رئيس الجمعية الوطنية بجهود اللواء دروس الزبيد في دعم جهود الأشقاء في الإقليم للموضي ودوم بعملية السلام تحت ريحة الأمم المتحدة وتمسك الحزم بضرورة تودي هذه العملية لتحقيق تطلعات شعب الجنوب وجددت الهيئة في الاجتماع دانتها لأعمال القرصنة والاستلاف الذي تمارسه موليسيا الحوثي ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدنة محذرة من المخاطر التي تشكل في هذه المبارسات العدائية على خطوط الملاحة الدولية في رفع كلفة التأمين على النقل البحري وأسعار السلع الأساسية في بلادنا والمنطقة وناقشت الهيئة لتحصيل الموارد ووضع الخدمات في العاصمة عدنة والحالة الأمنية وملف الأراضي وفي هذا الشان أكدت الهيئة دعمها للإجراءات السلطة المحلية بعدا لتحصيل عملية تحصيل الموارد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر